الاول عايزك تقولي انت ليه روحت ماشي يعني ايه روحت ماشي يعني هو فيه يعني موقف حصل لي قبل كده اكيد هو قصده عليه تقريبا يعني فيه في يوم كنت في شغل في تصوير كان هنا في مدينة الانتاج مدينة الانتاج تبعد عن بيتي مسافة كبيرة جدا ساكن في ايه؟ ساكن في خات المرسلية في الهرم؟ او في الهرم مسافة كبيرة جدا ففيه في يوم انا جاي اعمل شغل تصوير يعني بس خارج شبكة المجل فاليوم ده روحنا واختلفتنا مع الناس فما صورناش وانا كنت معتمل ان انا هيخد الفلوس وتلك ولكع روح بيه فما اخدش الفلوس فما كانش معاي فلوس وتلك فروحت ماشي ده كان من فترة كبيرة يعني ولا؟ لا مش من فترة كبيرة من حوالي سنتين مدة قريبة وكان موقف صعب عليه جدا كنت مراحح حاسيس وحشة كتير مع بعض بس انت قلت في الحلقة من شوية انك ما بتحبش تعطل التصوير صح ليه قبل كده عطلت التصوير يوم كامل وانت في قطك؟ هو انا ما عطلتش التصوير هو انا فيه يوم كنت مريد فيه في حاجة جمالية في حاجة جمالية كنت تعبان فاكره كنت تعبان جدا جدا فاليوم ده انا كان عندي مشهد واحد فيلا نصور فمش قدر اقوم مش قدرée اقومه مقف دايخ وتعبان يلا نصور تعبان يلا نصور مش قادر لغاية ما وترحل المشهد خالص لاخر مشهد في الورطر صورته ومشيت خلال بقى فترة دي انا عادت في قطي مش قادر اتحرك مش قادر تعبان جدا وضايخ ومرهoe وموضوع كان صعب عي Bernadio فكره فكره طبعا طبعا الحمد لله عدت على خير الحمد لله رب العالمين وما عندناش رفاهية ان احنا يعني تعبار روح يا ابن ماينفعش ما عندك مشهد هيتعمل يعني هيتعمل ديكور وماينفعش ماينتخدش لو مش علاء ديك هتعمله كان مشهد مهم وكان لازم يتساوك كنت انا وانت اه بالزبط كانش عندنا رفاهية اللي احنا نقول يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين مستخبي عندك حاجة تانية للاستاذ عندي اخر حاجة بني اوسط انت قلت انك ساكن في شارع الهرم ده حقيق قلنا ذكرى مؤلمة حصلتلك في شارع الهرم ذكرى واحدة ما فيه اللي حصل فيه ذكرى معينة اصارها لسه معلم على جسم الاستاذ ايش عارف ايه اللي حصل في شارع الهرم اللي حصل في شارع الهرم ان انا مرة كنت صغير جدا فاحنا عندنا العيد شارع الهرم ده بيبقى زحمة زحمة شديدة جدا فانا كنت واقف مع حد يعني فوزت زحمة كبيرة جدا ففيه حد واقف قدامي ملقاش محفظته فبس من وراه انا فافتكر ان انا الحرامي فضربني والناس ضربتني وكلت علق اليوم ده كله ضرب من غير محد يساق شارع الهرم كله ضربني في العيد احنا بصلين كده ما بيضلنا ما تسألش يا جماعة ما تسألش وراه كنت صغير فبتلت علق دي فمستحيل بقى انا كلت علقة محترمة جدا فدي لسه قصرها معلم على جزم لسه يعني طيب بقى كفاية مستخب شكرا يا مستخب شكرا ليك يا أستاذ نادر ألف شكر أستاذ نادر مسارك معنا في الحلقة خلص لكن مسارك في المجد مازال مستمر شرف لأيه عايزك قبل ما نختم حلقتنا عايزك تقول كلمة شكر للشخص بشكر بشكر طبعا كل جمهور المجد العظيم اللي بيتواصل معايا وبيكلمني وبيبي يبدأ إعجابه بشغلي وبيقول لي ملاحظات على شغلي أحيانا كتير بشكرهم جدا بجد بشكرك أنت والله لا بجد لا بجد وانا مالي عام لا بجد محمد غزي والله بجد راجل جميل ومتعاون وانا بحبه على المستوى الشخصي والله ربنا أحبك عبيب ربنا أحبك بشكر أستاذ رافع طبعا راجل ده علمني بشكر أستاذ محمود عبدالكافي بشكر أستاذ محمود حمدان كل الناس اللي هات عملت معهم جوه المكان ده أنا بشكرهم من كل ألف احنا اللي بنشكرك يا أستاذ نادر معرفناش قبل كده الحمد لله لكن حاجات جميلة وشخصية رائعة الحمد لله المستخابي جبدوا البس وفنان هايل نورتنا النهاردة